الرئيس سيسي أكد استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتعاون المشترك مع غينيا بيساو في مختلف المجالات الحكومة تنفي بيع مياه الرأي للمزارعين وفقا لمشروع قانون الموارد المائية والرأي الجديد وزارة الداخلية تواصل وتوجيه قوافل خدمية وإنسانية لعدد من القرى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أكد الرئيس سيسي استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتعاون المشترك مع غينيا بيساو في مختلف المجالات وكتب الرئيس سيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شرفته باستقبال السيد عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو في قصر الاتحادية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتعاون المشترك في مختلف المجالات تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهود المبذولة خلال شهر فبراير الماضي من جانب اللجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء وذلك خلال تقرير طلقه من الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة وثمن رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها اللجنة الطبية في التعامل الحاسم والسريع مع استغاثات المواطنين في الجوانب الصحية بما يضمن توفير الرعاية الأزمة ويعزز مساعي الدولة في الوصول إلى المواطن عبر مختلف قنوات التواصل وأكد الدكتور حسام المصري أن لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس رصدت واستجابت خلال شهر فبراير الماضي لـ 532 حالة أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالا زايد عن تلقي 1141 مواطنا من الفئات المستحقة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجدة وذلك في اليوم الأول من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين والذي بدأ أمس في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين نفأ المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض وسائل الأعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بالشأن بيع مياه الرأي للمزارعين وفقا لمشروع قانون الموارد المائية والرأي الجديد من جانبها نفأت وزارة الموارد المائية والرأي تلك الأنباء موضحة أن مشروع القانون لا يتضمن نهائياً أية مواد تخص بيع مياه الرأي للمزارعين على مستوى الجمهورية وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط لتنظيم عملية توزيع المياه بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل وصلت وزارة الداخلية توجيه قوافل خدمية وإنسانية لعدد من القرى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة المزيد في سيق هذا التقرير تواصل وزارة الداخلية مشاركتها في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في القرى والأحياء الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في هذه المبادرة من منطلق دورها الإنساني والمجتمعي والحرص على تفعيل المبادرات الرئاسية التي تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين المبادرة جميلة جداً من السادة الرئيس فرح ناس كثير ويعز مصر كمان وكمان بناسها وبرجالتها وشعبها جاءت مشاركة الوزارة في المبادرة بتوجيه قوافل طبية قام قطاع الخدمات الطبية بتجهيزها وتضم كافة التخصصات بهدف إجراء الكشف الطبي على المواطنين من قاتل القرى والأحياء المستهدفة وتوفير رعاية طبية لائقة بهم مع صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان وهو ما أشاد به المواطنون مصر الكبيرة في كل وقت وكل عاص والكل عارف أن مصر باستجابة لمزارة الداخلية لمساعدة أهلنا وإخواتنا رمض أطفال جودية بطنة قلب ومعانا صيدلية فيها كل أنواع الأدوية المختلفة كما جهزت الوزارة بالتنسق مع الجمعيات الخيرية قوافل مساعدات عينية إلى جانب القوافل الطبية لتوزيع مساعدات على الفئات الأكثر احتياجا للتوفير حياة كريمة لهم حيث تم إعداد أماكن مخصصة لهذا الغرض رعية فيها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وبما يضمن استفادة أعداد كبيرة من قاتل تلك المناطق من المساعدات والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ثم أنا بشكر الداخلية وبشكر الرئيس السيسي كل اللي هو ساهم في المبادرة ووقف فيها لأنه بجد يعني الواحد مش عارف يقول ايه أنا بشكركم جدا 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 احنا بنحيي الناس الجدعة كويسة كلها اللي جات الشكر خاص لوزارة الداخلية والناس اللي بيتعاونوا فيها بعد ربيلس حنوة تعالى يا رب حنيك ويبارك فيك ويخب مصر واتحيا مصر واتحيا مصر وتهدف الخدمات والمساعدات التي تقدمها وزارة الداخلية إلى الارتقاء بالمستوى الصحي والاجتماعي في القرى الأكثر احتيادا على مستوى الجمهورية وبما يحقق لهم أفضل المستويات المعيشية التي تسعى الدولة لتحقيقها لهم لو تحتقينا بتلاقينا دايماً لناس القاوسة